صباح الخير عليكم اينما كنتم على ارض الله الطيبة يارب يكون يومكم جميل وسهل ويارب يخلصوا انتم مبسوطين اهلا بكم في صباح الجيمينج برنامجكم الاخبار اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو اعجبكم وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة اول بقى تعالوا نبدأ بالانتباعات الايجابية جدا عن سوبر ماريو واندر من مختلف المنصات الاعلامية وبعض التفاصيل اللي اشاروا اليها مثلا ان كل مرحلة فيها مسارات متعددة ومخارج سرية وان اللاعب لما بيفتح بزء من الخريطة بيخير من مجموعة من المراحل وايضا الابداع الشديد في الانيميشن او تحريك الصور ويبدأ يا اصدقائي ان العنوان سيكون مختلف جزريا عن سلسلة نيو سوبر ماريو برادرز في اعقاب الجدل الذي اثير الشهر الماضي حول عزم شركة يونيتي رفع حصتها من ارباح المطورين واللي في النهاية قدى الى تراجع عيونتي عن الكثير مما اعلنت عنه تم الاعلانة البارحة عن عدم استكمال رئيس الشركة جون ريكيتيلو في منصبه طبعا لم يتم الاعلان عن السبب في التغيير لا من قبل الشركة ولا من قبل ريكيتيلو ولكن بدون شك الاخفاق الكبير في اتمام سياسة التسعير الجديدة والجدل الذي اثير حولها كان لهضور في هذا الامر كعادة كل شهر صربت دي لابز العاب البلاي ستيشن كلاس بريميوم والاكسترا لشهر اكتوبر والمرة دي الحقيقة تشكيلة معقولة جدا ديسكو إليسيوم لعبة رائعة غاثم نايتز وفار تشينجين تايدز التلتة الاختيرات دي تمميزة جدا اه العاب تقيلة الحقيقة ومتنوعة بالمناسبة ديسكو إليسيوم يعني اللي محبيه الار بي جي المتمكنين من اللغة الانجليزية لازم يجربوها صدقة الاشعاعات وفعلا سوني اكدت ان فيه جهاز بلاي ستيشن فايف جديد في الطريق لكن قبل ما نتكلم عنه لازم اوضح انه هو تقريبا نفس البلاي ستيشن فايف من ناحية القوة والاداء ما فيش اي فرق فانت مش محتاج انك تعمل ترقية للجهاز دوت دوت مجرد اعاد التصور للجهاز ليس اكثر من هذا الجهاز هي بحجمه اصغر بالنسبة تلاتين في المية الوزب اخاف بالنسبة تمنتاشر في المية وهيكون ساعة تيرا ومن الحاجات اللي مختلفة انك انت تقدر تجيب النسخة الرقمية وبعدين لو حابب ممكن تجيب محرك اقراص وتضيفه للجهاز وبكده نبقى خلصنا نهاية وبكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا النهار ده اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بيها وانكم تكونوا قضيتوا وقت لطيف معايا يارب يكون نهاركم ابيض وجميل نشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة مع السلامة اشتركوا في القناة